كوبر كان لما كان بيتسئل دايماً على اللجوء للطريقة الدفاعية ونفس الأمر بالنسبة لكيروش ونفس الأمر أنا كنت بتكلم مع الكابتن الجوهر كان بيقول لك قدرات اللعيبة كده ما هي دي بقى اللي أنا عوز أقول لك عليها بعكس جيل حسن شحات لا قدرات بتاع الجيل بتاع كابتن حسن شحات كان كبيرة حتى في الدفاع لما كنت بتتفرج بتلاقي لأ في مدفعين أقوية إن انت النهاردة بتعتمد عليهم بشكل كويس النهاردة لما بتلاقيه في نص الملعب حسن عبد الرب ومحمد شاوي كان بعد وقت إن انت بتضم حسام غالي على اللعيب الموجودة لكن انت حتى في الفروت كنت بتلاقي عمر زاكي بتلاقي ميده وبتلاقي عمد متعب بتلاقي بتاعتهم أبتريكا نحي تلمين ببركات لا يساعد معه لا بتلاقي فرقة مهرية بشكل كويس لكن هي قدرات فعلا اللعيب بدليل أنا أقول لك أيامك كابتن حسن شحاتك قدرات الجيل الحالي لا تساعد روي فيتوريا بس نأصلها على تحقيق إنجاز للمنتخب خلال الفترة اللي جاية بس وانت لازم تتعب عشان تشغل لأن انت عندك مشكلة انت ما عندكش قطاعات ناشئين قوية في كل الأندية أو في الحاجات التانية انت خلي بالك قطاعات الناشئين بالمسابقات بتاعتها فوادي وتلاقي الدور الممتاز أو الدور الممتاز بيئة والثالث والرابع بتلاقيهم فوادي تاني انت عندك كل الشغل يحتاج إلى اسلام كله استثماري يعني حتى الأندية الوقت بعد فتحة لكن ما عندكش جيلي حقك بطولة في الفترة اللي جاية النهاردة كل اللعيبة حتى الموديلين فنين اللجوم زي كروش أو زي فتوريا أو أو يقول لك كله انها بقعلم اللعيبة هتباصل زي في لعيبة بتتحرق غلط النهاردة حتى لما كنا بنتكلم بنقول صلاح لما بتتلعب له كورة أو ما بيلعبش زي ما بيلعف ليفربول يا جماعة انت النهاردة للصلاح بتدل الكورة ناحية المين وبتتفرج عليه مفيش مساندة ان انت تروح تقرب له أو بتدله مساعة وفي حلول عشان تستلم الكورة النهاردة انت بتدل الكورة لللعيب اللي قدامه وتصرف انت براحتك لكن انت النهاردة بتتكلم على اللعيبة لا انت عندك النهاردة اللعيبة عالية أو بشكل كويس النهاردة بنتفرج على مصطفى محمد فنينت الفرنساء وبيلقى بيعمل شاول كويس عندك تريزية نفس الطريقة طريح حامد النهاردة بيرجع للتقلق بتاعه مع التحاد جدة هو أحمد حجازي لا انت عندك مجموعة لعيبة لا عندك لعيبة كويسة جدا ينقصهم السك لكن انت عندك اللعيبة برضو تخش فيه لعيبة تخش كتير النهاردة يعني مصطفى ميسي اللي بيلعب في سراميك عندك النهاردة أحمد ياسر لازم ياخد الفترة اللي جاي فيه لعيبة كتير لازم تاخد ولازم تخلق البديل لان انت ممكن ما تلاقيش اللعيبة ديبقى موجودة عندك الفترة اللي جاي فعلا اه طبعا بعد ماتش البلجيك بمعنى؟ ان فيه لعيبة مش هتبقى متواجدة لانها عايتبقى فيه لعيبة كبيرة لكن لسه ناشقه صغير وكان بيلعب في المتخب لهم بلعيب كويس ما لازم ياخد فرصته النهاردة هتدي النهاردة فين بديل محمد الشيناوي سواء احنا بنتخانق عوادي بقى متواجد او مش متواجد انا هو احمد الشيناوي طبعا انت عندك محمد صبح عايز اقولك النهاردة من احسن الحراس اللي موجودين في الدورة المصري محمود جايبت لازم ياخد فرصته الفترة اللي جاي فانت لازم تكافر احسن من محمد عوادي و احمد الشيناوي وياخد الفترة اللي فعلا هو الله فيه ضلوق مع العيب جن جن فعلا من اللجوان او الحراس مرمى اللي تدي ثقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة